استيقظ شاب سوري ليجد بجانبه شابة نمساوية متوفى وذلك في مؤسسة لرعاية المشردين في فيينا وقد تم اعتقاله حتى استكمال التحقيقات الضحية هي شابة نمساوية تبلغ من العمر 28 عاما عثر عليها في غرفة تشترك فيها مع الشاب البالغ من العمر 26 عاما والقادم من سوريا وحسب الشرطة فإن سبب الوفا غير واضح وصوف يتم تشريح الجثا وإذا تأكدت الشبه بجاريمة قتل فسه تكون هذه الضحية السابعة عشر في النمسا هذا العام حيثو شهداء الاسبوع الماضي جاريمة قتل لشابة سوريا واخره هولندية 28 عمر كبير شكرا